شارك سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان في أعمال الدورة 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب واجاءت مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي إلى جانب سبع دول عربية أخرى حيث يتولى المكتب والإعداد والتحضير لأعمال اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التي يقرها المجلس هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل إلى جانب بحث تعزيز مبادرات الدول العضاء في مجال الحد من انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الاجتماعية والإنسانية واعتماد استراتيجيات وخطط عمل تنفيذية تتعلق بالشان الاجتماعي في عدد من المجالات الهامة وفي هذا السياق أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص البحرين على دعم العمل العربي المشترك ووقوفها إلى جانب الدول العربية الشقيقة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030